موسيقى السلام عليكم سنتعلم اليوم كيفية الصلاة فالصلاة هي مجموعة أفعال وأقوال تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ولا يصح الإسلام إلا بالصلوات الخمس الفرد من فضائل الصلاة وجود صلة بين العبد وبين ربه فالصلاة هي الرباط بينهما فيلتق بربه خمس مرات يوميا والمؤمن المصلي ينتابه شعور بالاتمئنان وراحة البال لأنه يؤدي فرض الله كما يشعر بالسعادة والبركة في حياته كما يكتسب قوة التمسك بالدين الإسلامي والبعد عن أي منكرات أو معصية نهى الله عنها لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتزيد قدرة المسلم على التغلب على الشيطان تساعد الصلاة في تنظيم وقت المسلم لأن لها مواعيد لا يجب التأخر عنها فتعلمه الحفاظ على المواعيد وتنظيم الوقت إن طريقة الصلاة الصحيحة من الأمور المهمة التي يجب على المسلم معرفتها جيدا كي تكون صلاته صحيحة ومقبولة فبداية علينا أن نكون متوضئين وطاهرين ثم نتبع الخطوات التالية استقبال القبلة بجميع البدن دون أي التفات أو انحراف ثم النية والتي تكون في القلب تكبيرة الإحرام بقول الله أكبر ورفع اليدين حدوى المنكبين أثناء التكبير وضعوا كف اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى فوق الصدر الاستفتاح بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قراءة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم قول آمين قراءة ما تيسر من القرآن الكريم ثم الركوع والقول أثناء الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ثم الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده ثم رفع اليدين حذو المنكبين السجود للسجدة الأولى وقول الله أكبر ويكون السجود على الأعضاء السبع وهي الأنف والجبهة وأطراف القدمين والكفين والركبتين مع مجافات العضودين عن الجنبين دون بسط الذراع على الأرض واستقبال القبلة برؤوس الأصابع وقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثم الرفع من السجود وقول الله أكبر الجلوس بين السجدتين على القدم اليسرى ونصب القدم اليمنى ووضع اليد اليمنى على طرف القدم الأيمن مما يل الركبتين وقول رب اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني وجبرني وعافني ثم تكرار الخطوات نفسها في السجدة الثانية وأداء الركعة الثانية بتكرار نفس خطوات الركعة الأولى دون الاستفتاح فيها قراءة التشهد بعد الركعة الثانية بقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد التسليم عن اليمين واليسار بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما إذا كانت الصلاة الثلاثية أو رباعية يكون الوقوف عند التشهد الأول بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وتكرار باقي الركعات بنفس الطريقة مع قراءة الفاتحة فقط بعد الركعة الثانية قراءة التشهد كله في آخر ركعة ثم الصلاة الإبراهيمية السلام عن اليمين وعن اليسار اشتركوا في القناة